اشتركوا في القناة ما الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم عباد الله وصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله عز من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة الأكارم أيها الأخوات الفاضلات يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وذكر السؤال في آياتي عما يتساءلون ويا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم أخواتي وإخوتي الأفاضل الكرام ربما فهمتم من الآيات التي ذكرناها أن موضوعنا اليوم سيكون عن موضوع السؤال والاستفسار وهذا موضوع السؤال هو موضوع عميق جداً إخوتي وأحبابي ويحتاج إلى مراجعة وتذاكر لأن طريقة السؤال وأسلوب السؤال يعكس شخصية الإنسان ويعكس درجة علم هذا الإنسان ويعكس درجة حبه للحق أو بالعكس بحثه عن فتن ومشاكل بين الناس فالقرآن الكريم دلنا فيه مواقع كثيرة جداً أن السؤال هو عصاب الثقافة والفهم والحياة إذا ذكرنا فقط الآيات التي يسأل الله عز وجل الإنسان أليس الله بأحكم الحاكمين ألا يعرف الله عز وجل هذا الكلام أستغفر الله طبعاً ولكن يسأل لماذا؟ لتقوية حس الإدراك عندنا أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون أفلا يعقلون أفلا تبصرون قل صعب جداً عد هذه الآيات التي يأمرنا الله عز وجل بها بالسؤال والتفكر والتبصر والاستماع وإشغال العقل والبصيرة والسمع أما قصص الأنبياء فحدث ولا حرج لا تكاد تخل قصة من سؤال وجواب وهنا يأتي سؤال مهم جداً أي سؤال هل كل سؤال هو ممتاز ورائع أم هناك بعض الأسئلة التي يمكن أن تكون غير مناسبة في وقت معين وظرف معين وهنا يأتي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيح من حصن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه طيب في حالة من الأحوال نقول اسأل واستمع وتبصر وتعلم الجديد وفي حالة أخرى نقول اترك ما لا يعنيك وهنا مجال حديثنا ومن طرف هذا الأمر هو حادثة مرت مع الإمام الشعبي وهو إمام من أئمة التابعين رحمه الله ورضي عنه حيث أتى إنسان له وسأله ما اسم زوجة إبليس زوجة إبليس ليس فقط هو أخذ أن أكيد عند إبليس زوجة وما اسم زوجة إبليس ماذا قال له الشعبي قال له هذا عرس لم يكن لنا فيه نصيب ما عزمونا لم يدعينا أحد على العرس لذلك لا أستطيع أن أقول ما اسم زوجة إبليس طيب هذا الشعبي إمام كبير جدا الإمام عامر بن شرحيل فقيه ومحدث ورد على فكرة في خلافة عمر بن الخطاب وأتقصد إخوتي في الخطب أن أذكر أئمة غير معروفين عندنا جميعا لنذكر بهم فهناك أئمة فعلا مظلومين في تراثنا لا يعرف بهم أحد مثل الإمام الشعبي قل ما نسمع قصصا عنه لذلك نحاول أن نتقصد ذكرى هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم فقد قالوا فيه قال الزهري مثلا العلماء أربعة ابن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة ومكحول بالشام وقال عنه الحسن البصري ليس له مكان كبير في الإسلام هذا الشعبي طيب يأتي من يقول الله عز وجل قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو اليوم في سورة الكهف إن شاء الله قرأها بعضنا ومن لم يقرأ يمكن أن يقرأها بعد الصلاة أو الأسبوع القادم فقال الله عز وجل يقول في ذرية إذا في ذرية في زوجة لماذا لا نسأل لماذا نترك ما لا يعنينا لماذا الشعبي يقول هذا عرس لم أحضره نقول لأن هذا الموضوع لا يفيدك في شيء يا ابن آدم كيف شأن هذه الذرية هل هم أتباع هل هم غير أتباع هل بزوجة هل بغير زوجة ليس أمرنا أمرنا أنه نعم هناك شيطان يوسوس وهناك نفس أمارة بالسوء أحيانا يتعلم منها الشيطان أحيانا إبليس يتعلم من هذه النفس الإنسانية وأمرنا في الحياة أن نكون ضد هذا الوسواس وأن ننتصر على الشيطان وعلى أنفسنا في حياتنا عندما يأتي الوسواس سواء منك سواء من الشيطان سواء من ذريته سواء من زوجته هذا ليس أمرك أيها الإنسان من هنا نقول أن مثلا في أيام الصحابة والتابعين لم يذكر أحد هذا الموضوع قليل جدا أتوا على ذرية إبليس أما في القرون التي بعدها ما يسميها البعض عصور الانحطاط بدأ الحديث هناك من يقول أن إبليس يبيض يأتيه بيض ومن البيض تأتي الذرية هناك من يقول لا عنده زوجة ويأتي هناك بعض الإخوة يضحك الآن قد نضحك على وقتنا الآن لما وقتها عملوا جهدهم لم يكن عندهم شيء آخر بدأوا بهذه الأحاديث أما لا تسمع صحابي سأل هذا السؤال فإذن أحيانا والدرس اليوم إخوتي أن الدخول والبحث عن مواضيع لا تفيدك في شيء أبدا بالعكس جدل وتضيع وقت وتضيع أعصاب وتضيع عيون الذي يشتغل بالإنترنت صباحاً مساءاً يتفرج عيونه تطلع ساعة يأتي الحديث الشريف من حصر إسلام المرئي تركه ما لا يعني هذا مهم جداً حتى هو نفسه الشعبي قال لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة فحفظ كلمة يعني أتى بشيء جديد لم يتعلم كلمة أتى بشيء جديد أتى بجواب عن سؤال تنفعه فيما يستقبل من عمره حفظ كلمة أي كلمة لا فيها نفع فيها نفع فيما يستقبل من عمره رأيت أن سفره لم يضيع لا ما راحت مدام راح من الشام إلى اليمن وأخذ شيئاً ولو كلمة طيب نحن هنا في هذا المسجد ما بدنا لا شام ولا يمن ولا سفر للصين ولا روسيا ولا مكان آخر هنا إذا أخذنا كلمة وتوكلنا على الله وبعد الصلاة وبعد هذا اليوم استعملناها في حياتنا ولو مر أو علمناها لأحد أو غيرت فينا في طريقتنا في نظرة إلى الحياة شيئاً بسيطاً جداً أو شجعتنا على أن نبحث في مسألة واحدة ونتعمق بها أو نقرأ في اليوم صفحة صفحتين عشر صفحات من كتاب معين فيكون في هذا خير كثير إخوتي هذا المهم إخوتي وأحبائي فإذن الغير مطلوب هو التنطع وهو دائماً البحث عن المشاكل والفتن ومهم جداً إخوتي موضوع السؤال مع الأطفال يعني في تربيتي الأطفال كثير من الأهل من يقول لابنه إذا تحدث بأي حديث اسكت ما دخلك ليس لك علاقة بالموضوع إخوتي هذا تقتل به حس حب العلم والتعلم أبداً لا تقول للولد حتى حتى بالأطفال استثناءاً إن لم يكن لا يعنيه لا تقول له لا يعنيك هذا يعنيه دائماً الطفل عندما يريد أن يعرف شيء تركه لا تقول هذا سؤال سخيف أبداً وحتى بصراحة ليس هناك سؤالاً سخيفاً أبداً دائماً اسأل ما فهمت الكلمة لم أعرفها لم أسمعها في حياتي هل لعيب هذا بالعكس بالعكس لأن نصف العلم نصف العلم لا أعلم لماذا نصف العلم لا أعلم لأنك عندما يكون عندك القدرة أن تقول والله ما أعرف ليس من اختصاصي سنسأل نراجع معاً أبحث عن خبير في هذا الأمر فمعناتها أنت على الطريق الصحيح معناتها تعرف الكثير من يقول لك هذا ليس من اختصاصي في هذا الموضوع معناتها هو مختص في أمور أخرى أما ما شاء الله الذي يجيب على كل شيء وكل شيء أي سؤال في جواب فضل شو ما تسأل جاهزين دين سياسة علم موسيقى فن كل شيء تاريخ غالباً تراه أحياناً ضعيفاً إلا بعض الاستثناءات طبعاً هناك استثناءات ما شاء الله من كان على ذلك وله فنهنئه فنهنئه ونقف بين يديه تلاميذ أبداً يعني هذا أن لا يتحدث الإنسان ولكن أن يتحدث فيما يعلم وفيما هو به خبيراً ودائماً أن يترك مساحة للأمور غير المؤكدة لذلك كان دائماً العلماء القدامى عندما كنت أقرأ في صغري مقدمة أبن خلدون مثلاً وأرى دائماً كل ما ينتهي من مقطع يقول والله أعلم والله استغربت لماذا؟ تكفي تكفي مرة تكفي مرة والله أعلم خلص لا أبن خلدون علم الاجتماعي الذي يعتبر يعني مؤسس علم الاجتماع في التاريخ والذي درس كيف يمكن أن تأخذ الدروس الاجتماعية من تاريخ الأمم وجعل مقدمته مقدمة أبن خلدون هو كتاب كتاب تاريخ حوالي أكثر من عشرين مجلد ولكن أقوى ما فيه هو المقدمة مقدمة أبن خلدون يأتي فيها ربما أكثر من مئات المرات والله أعلم لماذا؟ لأنه يقول أنا أنا العبد الفقير الذي الله أعطاني بعض العلم أعطيت ما عندي هذا الذي يطلع معي هذا الذي يطلع معي هذا الذي خلصنا وبالأخير العلم عند الله وأنتم يا من أن تقرؤون ابحثوا ولا تأخذوا شيئاً وكأنه أكيد ولا يمكن النقاش فيه فإذا حس الفضول الفضول دائماً لا تكون فضولي الفضول ممكن يكون سلبي التدخل فيما لا يعنيك مثل ما حدثنا قبل ذلك وممكن أن يكون إيجابي عند الأطفال إيجابي فأنا يقول لك بالألماني بالألماني إيجابي كن فضولي يا أبني اسأل تورطنا يا أب يقول البعض لا يسألني أجوبة يعقدني يسأل أسئلة لا أعرف أجيب عليها أحرج هال المسكين يقول أبي لا يدري أبي لا يعرف لا حرج أبداً بالعكس سيحترمك عليها ولا ينسها طول عمره إذا كنت تقول في هذه النقطة يا أبني أنا لا أعرفها أو الأم الأمهات الأخوات تقول يا بنتي أو يا أبني هذه النقطة لم تمر معي لنبحثها معا لنسأل أختك الكبيرة أو أخوك الصغير الذي يعلم في الأمر فهذا مهم جداً أن لا يكون هناك أي خوف من تعلمي الجديد الإلحاح في السؤال الإلحاح إذا قال لك إنسان أمراً ما وخاصاً إذا كان أمراً شخصياً أنا تعبان أنا مريض أنا لا أستطيع الآن أن أجيب سؤالك مثلاً خلال هذا الأسبوع لا قل لي ما قصة شو معاك شو صار شو قصتك تصل بالصديق شو قصة فلان ماذا به طولوا بالكم يا جماعة هناك أمور تمشي تحت الخصوصية الخصوصية كل إنسان إخوتي عنده خصوصيته حتى كبار العلماء حتى كبار الخطباء حتى كبار المشهو ذلك الذي يقف على المنبر خصوصيته أقل عادي أن يسأل الإنسان عنه من هو ماذا يفعل ما قصته هذا نستمع إليه حقه يعني المشهور والسياسي والذي يكون ما يسمى سواء على الميكرفونات أو على الأضواء يجب أن يتحمل ولكن هل يعني نحن أن نلغي خصوصيته نهائياً ولا كأنه عند خصوصية لا في البيت لا في حياته الزوجية لا في حياته مع أولاده لا حتى المشاهير صعيح عندهم خصوصية أقل من الناس عوام الناس ولكن عندهم أيضاً خصوصية يجب أن تحترم فهذا درس من اليوم إخوتي وأحبابي ونتذكر قصة بني إسرائيل للاستئناس عندما أتوا ويريدوا البقرة إن الله يمركم أن تذحوا بقرة قالوا ما هي فارض ولا بكر لا صغيرة ولا كبيرة لا يكفي ما لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تشابه علينا ما هي فبعد كل ذلك فذبحوها وما كادوا يفعلون هذا مثال ليس فقط على ذني إسرائيل إخوتي لكل لكل أتاك الجواب بشكل يمكن أن تحل مشكلتك توقع على الله توقع على الله وانظر إلى الأمام واستقبل حياتك فلا نقرأ هذه القصص مثل قصة البقرة وكأنها فقط قصة للتسلية لا قصة عبرة لنا لي ولك اليوم في مسجد الشورى في فيينا في النمسا في أوروبا في العالم درس الإلحاح الذي لا داعي له أتركه أتاك الجواب الذي يمكن أن تعيش منه توكر على الله هذا مهم جدا حتى الحديث الشريف تروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم هذا هو يعني السؤال الذي لا يأتي بجواب ومهم جدا إخوتي وأحبابي نقطة وهي من أسأل وكيف أسأل ومتى أسأل وفي أي حال أسأل هل كل إنسان نذهب لنسأله أحيانا حتى في المواضيع الدينية يأتي بعض الإخوة يقول أريد أن أسأل أقول أنا مازحا قل لي من تريد أن تسأل من المشايخ وأنا أعطيك الجواب قبل أن تسأله لأنني أعرف إذا أسأل هذا الشيخ اتجاه مثلا صوفي سيكون الجواب كذا هذا الشيخ أزهري سيكون الجواب كذا هذا الشيخ من اتجاه السلفي سيكون الجواب كذا ومرة أذكرها لطفا لتلطيف الأجواء كنا في عرفات في الحج وتعرف إخواننا الحجاج خاصة الرجال مننا باعتبار أن لباس الإحرام ليس هناك لباسا تحته فخاصة السمان في السن الذي عندهم السمنة يصير عندهم مشاكل بين الفخذين يعني فخذك يضرب بالفخذ الآخر كل الحجاج يعرفوه خاصة ما شاء الله أصحاب الأوزان القوية فالمسكين عندما يمشي كثير يصير يحف احتكاك بين الفخدين فماذا يحصل يصير في التهاب ووجع وتعب فننصح دائما الإخوة من الآن قبل أن تذهب خذ معك مرهم للوقاية قبل أن يصبح معك مثل هذا إدهنه لكي تتخلص من هذا الأمر وكان معنا أحد الحجاج ذكره الله بالخير وكان عنده هذه المشكلة وكان عنده اشترى كريم طبي مرهم طبي وسألني وقتها كنت معه مع الحجاج هل يجوز استعمال هذا قلت له طبعا يجوز لماذا تسأل أصلا توقع الله ضعه قال ربما فيه عطور بالحج العطر ممنوع ما فيها تضع فارفوم وأنت محرم يذهب بالإحرام معه حق بالسؤال شممته طبعا فيه شيء شيء من العطر الخفيف جدا جدا الذي يوضع عادة مع أي مرهم وقصده في هذا ليست تعطير أولا وثانيا حاله حال شبه المريض يجب أن يستعمل شيئا فكان معنا شيخا في رحلة الحج فقال لي هذا الأخ الفاضل أريد أن أسأل الشيخ شيخ الذي كان شيخا لم يكن يعني شيخ الرحلة بشكل رسمي ولكن أحد المشايخ الموجودين فقلت له أنصحك نصيحة قال نعم لا تسأل خذ السؤال توقع الله طعر المرهام وتكر على الله وريح نفسك قال والله أنا أريد أن أرتاح سأذهب مش كلتك ولا راح المسكين وأنا كنت عرفان يعني عرفان مئة في المئة هذا الشيخ سيقول أنه فيه عطر ولذلك لا تستعمله أبدا رجع لعندي ماذا حصل معك أخونا ما بصير في عطر قلت لك خلص هلأ تورط المسكين لماذا؟ لأنه سأل مرة ثانية خلص أتاك جواب ومقنع وفيه تفسير معين توقع على الله هذا الأخ اجتمعت معه بعد حوالي ثلاثة أشهر صدفة هنا في بينا فسألته كيف وضعك بعد الحج قال والله يا أخي تحبت هلكت ويا ليتني سمعت وقتها ولم أسأل لأنه قال المسكين ضل التهابات حوالي شهرين أو ثلاثة لبعد الحج فقط يعني ذكرى لتلطيف الأجوار وهناك من يفتي بعدم السؤال بشكل يتجاوز الحد العلمي يعني مثلا عندما كنا صغارا أحد المشايخ في أحد المساجد كان يعطي درسا ويشتم على الأمريكان وعلى الروس أنهم ذهبوا إلى القمر قال لماذا يذهبون إلى القمر شو دخلون ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمعة والبصر والفؤاد إنه كان كان عنه مسؤولة تمام لماذا تذهب العلم فلا التفسير الآية لا يعني إنك لا تتعلم ولا تذهب إلى القمر اذهب تقرع الله لماذا إخوتي قال وقتها شيخنا الفاضل رحمة الله عليه سأحبه جدا جدا يعني لا أحد يفهم إخوتي وانتبه جدا جدا أبدا عندما يذكر الواحد طرفة معينة أو ذكرى معينة أبدا لا يعني استخفاف بأحد بالعكس هذا كله تعلم هذا كله تعلم وكل مشايقنا عندما يقول شيئا ما وتسمعه أن تتقرأه بعد خمسين سنة قد تعتبره مسخرة ولكن وقتها لم يكن كذلك فإياكم إخوتي الحكم على الناس أو حكم حتى على التراث دائما لازم يكون بمنظار الإنسان والزمان والمكان والحال والثقافة العامة هناك علماء بالهبل كتبوا أن الأرض مسطحة عادي لأن وقتها لم يقل وصله من العلم ما وصلنا اليوم هل لا يقول لك الأرض مسطحة تسأله تتبعثه إلى إما ليتعلم أو إلى طبيب نفساني أو لا منكر الحق منكر إنكار وإلى الآن موجود موجود من يقول للأرض مسطحة وهذه مؤامرة لنازا يريد أن يضحك علينا وإلا هي مسطحة تفضلوا مستطيلة نقول لا تقع الله أما لا نستهزئ بعالم من القرن الثاني عشر الثالث عشر الذي قالها وقتها كان من الممكن أن يكون هذا الأمر مأخوذا بشكل عام فإذا ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة في الإسراء يعني عدم التدخل فيما ليس لك به علم وليس حالا من الأحوال أن لا تسأل ولا تبحث ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نفعل للناس قبل تحريم انتبهوا قبل أن يحرم الخمر أتى السؤال يسألونك شخصته فعطى الله عز وجل إشارة خفيفة قل فيهما إثم كبير وما نفعل للناس آه تمام خلصنا لا انتبهوا وإثمهما أكبر من نفعهما جاية انتبهوا الآن فكروا سألتوا إجاكم الجواب إجت الإشارة أن الإثم هو الأكبر تحضيرا لوقتي المنع إخوتي وأحبابي يسألونك عن الساعة أيضا مسموح ما حدا لم لم يلوم الله عز وجل أنهم سألوا سألوا عن الساعة ولكن فيما أنت من ذكراها لن تعرف السؤال علق العلمها عند ربي هذا السؤال ليس له جواب وليس أمرك واسأل ما تريد والله عز وجل قال خلص جاك الجواب يأتي من يقول ألف تؤلف ولا تصبح ألفين صرنا ألفين خلص يعني في ناس هذا يقول لك سيحصل هذا يوم كذا إسرائيل ستنتهي يوم كذا لا في أمور مستقبلية احترم نفسك يا إنسان الله عز وجل يقول لك هذا علم غيبي ممكن أن تقول رأيت دراسة تمحيصا فكرا تمنيا وكان الناس تتمنى ولكن لا تقول لا أنا عندي الدليل المعين والثابت والأمر منتهي إخوتي وأحبابي فالسؤال أحيانا الذي يكثر يكثر السؤال يسأل من الناس أنه هل في شيء في عقله يسأل كثيرا أيضا لا تخاف يعني حتى علماء كبار مثل أينشتاين صاحب النظرية النسبية يعني عالم غير عادي يقول أنا أستغرب دائما أسأل نفسي هل أنا المجنون أما الذين حوالي ما كثير ما يسأل فيقول يعني ممكن أنا أصابني شيء أو هم ما يعني يفهم ماذا أقول ممكن يكون هم كذلك فإذا رد الأمر ولو ردوه إلى الله إلى ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعليمه الذين يستنبطونه منهم كل في مجاله وكل في محله إخوتي وأحباب وصاحب السؤال يعني الأديب أديب المصري الشهير نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل للأدب يقول الذكي يعرف من أجوبته الذكي يعرف إلى أجاب أما الحكيم تأسلوب السؤال تعرف هذا الذي يسأل أمره ليس عادي مستوى علمه كذا وكذا وأيضا إخوتي أريد أن أتحدث عن موضوع مهم جدا في هذا المجال وهو موضوع الشك الشك هو نوع من السؤال وهذا يحصل مع كثيرا من الناس ويشك يشك في قدرته يشك في نفسه أحيانا يأتي الطفل ويسألك أين الله عز وجل ابنك أحيانا يأتي في المراهقة ويشك ربما في دينه هل هذا هو الظنين الصحيح أم لا كيف نتعامل مع هذا الموضوع غربت الدنيا أم لا لا الشك هو طريق الإيمان من يقول هذا خطيبكم اليوم لا الإمام الغزالي لكن طريق اليقين هو نفسه مر بهذا الشيء سيدنا إبراهيم خليل الله ماذا قال ربي قال إبراهيم ربي أرني أنظر إليك قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنا قلبي من من أبو أبو الأنبياء إبراهيم يريد أن يطمئن قلبه فإذن قال أبو حامد الغزالي من لم يشك فلم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر لأن النظر شكل والبصر شكل البصر عم تفهم شو صاير النظر شكل عام ومن لم يبصر يبقى في متاهات العمى يظل أعمى دائما ما أعطى شيء الشك طريق الإبصار والطريق حتى صار الغزالي كما يقال عنه دائما علمني الشك اليقين فإذن لا نخاف إخوتي عندما يفكر الإنسان يعني حتى ديكارت الذي أتى الفيلسوف الأوروبي المشهور الذي أتى خمسمائة سنة بعد الغزالي يقول بالذات في هذه النقطة يقال ليس مثبتا تماما أخذ وتأثر في كثيرا من الأمور من الغزالي وسبحان الله عندما تقرأ ما كتب الغزالي وقد تقرأ ما كتب ديكارت بعد خمسمائة سنة فيه تشابه عظيم في بعض الأمور فقال أنا أفكر فإذن أنا موجود وجودي وجودي يعتبر إذا كنت أفكر وإذا كنت لا أفكر فمن أنا وما دوري في هذه الحياة حتى ابن الهيثم الذي كان فيلسوفا أيضا ليس فقط بالعلوم الرياضية والكيميائية وغيرها ولكن كان أيضا فيلسوفا يقول سعيت يوما نحو المعرفة والحقيقة وآمنت لكي أتقرب من الله ليس هناك طريقة أفضل من أن أبحث عن المعرفة والحقيقة ابحث واسأل وتعلم فإذا لا نأخذ إخوتي أي سؤال إلا على محمل الجد ويطول الموضوع كثيرا حتى سبينوزا كمان فيلسوف مشهور في أيام ديكارت تقريبا وخالف ديكارت في بعض الأمور في القرن السابع عشر مثلا ديكارت كان دائما يقول أن العقل والجسد منفصلين ممكن العقل يشتغل بإنعزال تام عن الجسد وبالعكس سبينوزا قال لا وخالف المايستر الفلسفة ديكارت وقال لا فإذا نتعلم من هذه الأمور حتى ليس عندنا فقط في حياتنا نحن معاشر المسلمين ولكن عند الآخرين أيضا حب التعلم وحب الاستفسار وحب حتى يقال ديكارت نفسه تأثر بابن العربي تأثر بالحلاج فهذه أمور إخوتي تقول بعد ذلك أن يكون هذا الأمر هو إرث إنساني كامل ماذا نأخذ لنا نحن هنا نأخذ أننا نرى في هذه البلاد وخاصة الإخوة الجدد هذه رسالة للشباب والإخوة الجدد هنا كثيرا ترى الجديد وترى أمور لا تفهمها من أول مرة فضروري جدا الهدوء والراحة والاستماع والتعلم دون استهزاء بالناس دون تكبر ممكن أن ترفض ثمانين في المئة من أمر معين وترى أن عشرين بالمئة منه ممتازة والنقطة الثانية أعيدها وأنهي بها عدم الخوف من السؤال عدم الخوف من كلمة لا أعلم احترام الآخر ليس شرطا أن يكون لكل سؤال جواب يعجبك أحيانا يأتي السائل ويسأل عشرين واحد حتى يأتيه من يقول له الجواب الذي هو في بالي أو الحمد لله وصلت لما أريد إلا لا تسأل معنى أنت لست سائل حقيقي أنت تريد أن تسمع ما تريد فعادي جدا أخواتي وإخوتي أن نتعلم الجديد أن نسمع الجديد حتى في مجال إسقاط بعض الفتاوى الشرعية على حياتنا اليومية في حياتنا العائلية في حيات الشباب المدرسية بارك الله بكم وندعو الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودة نسألها عز وجل أن تكون مستجابة الدعاء موقنين في إجابته عز وجل ادعو الله بقلب مطمئن متيقن بالإجابة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر اللهم يا من لا يرد سائلة ويا من لا يخيب للعبد وسائلة يا من أمره بين الكائف والنون يا من إذا قضى أمراً قال له كن فيكون اللهم أننا قد بسطنا إليك أكف طراعة سائلينك يا الله أن ترحمنا وترحم الناس أجمعين اللهم أن نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم الكريم وهذه الجمعة المباركة ذنباً إلا غفرته ولا همَّا إلا فرَّجته ولا مريضاً إلا شفيته اللهم ولا مريضاً إلا عافيته اللهم ولا مريضًا أخًا حبيبًا إلا عدته إلينا عاجلًا غير آجلًا يا رب العالمين اللهم ولا ضالًا إلا هديته اللهم ولا سجينًا إلا سرحته يا أرحم الراحمين أرحمناه وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر خلقك سلِّمنا وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظُكم لعلكم تذكرون أقيم الصلاة